بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة نهاردة هناخد الجزء السادس في الخواص الهيدروليكية للطربة في شابتر 3 من السويل ستبليزيشن كورس قبل ما هنتكلم على الدرسي اللي هو هنتكلم فيه في الجزء ده بالتفصيل لازم نعرف شوي التعريف فيه بخصوص الفلوس رو سائل احنا طبعا تعلمنا المرة اللي فاتت ازاي بيحصل السريان خلال الفراغات بتاعة السويل والضغوط المختلفة اللي موجودة في السويل بس احنا كنا عايزين نعرف يعني بيزومتر بيزومتر ده عبارة عن ايه عبارة عن بيرفوريتد تيوب يعني عبارة عن مصورة بس المصورة دي مالها مخرمة بالشكل دوت عايز احسب التوتال هيدروليك هيد طيب ايه المقصود بكلمة الهيدروليك جريجيان او بيسموه ساعة الميل الهيدروليكي هو عبارة عن ايه خلي بالك هو يعني لو احنا شفنا المرة اللي فاتت كانت ضغط عند نقطة اي اكبر من بي لحد ما وصلنا لسيب كانت بصفر فعمال يحصل الهيدروليك هيد يحصل له ايه يحصل يقل الهيدروليك هيد دوت لو انت قسمته على ال ال اللي هو الطول اللي مشيته بيه الطربة فهنلاقيه يديك ال اي بتاعتي يعني ال اي عبارة عن ال اتش على مين على ال ال حيث ال اتش اللي هو مين الهيد لوسس رو دستانس من ال وال ال دستانس الويتش زهيد ايه لوسس اتش اوكي ماشي الهيدروليك جريجيان لاين بقى اللي هو ال اتش جي ال عبارة عن ايه it is a line represents the energy at any points في الطربة و it is a بيزومتر مين سيرف يعني ان لو حطت هنا بيزومتر وحطت هنا بيزومتر وحطت هنا بيزومتر وهنا كان مية منسوبة هنا وهنا مية منسوبة هكده ومية منسوبة هكده لو انت وصلت الخط ده ببعضه ده هو ده بيسموه الايه الهيدروليك جريجيان لاين ماشي بيوضح لي مين ال energy عمالة L لت L زي ما انت شايف بالشكل ده طيب الموضوع الاساسي في الجزء ده بقى اللي هو دارسي مين لو او قانون مين دارسيز دارسيز لو او قانون دارسي ده القانون اللي بيحكم لي صرايان 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 المية خلال مين الفراغات تحت الصويل فلو انا عندي صويل هنا طولها مين L والكروس سيكشن بتاعها مين A طيب ده عرفت الطربة طولها L ومساحتها مين A وعندي H ده اللي هو فرق الهيد وإلا إلا هيحصل لو انا عندي مية زي ما اتفقنا لو المية موجودة هنا مش يحصل صرايان لا في مية تحت ومية فوق بيحصل صرايان خلال الفويدز بتاعتي كويس فدارسي قال ايه قال لي لامينار فلو خلاص احنا اتفقنا ان احنا كل شغلنا في الكورس دوت عبارة عن لامينار فلو ما فيش تربلانس خلاص يعني ايه يعني سرعة سرعة تدفق المية في الفراغات هنا هو مالها بتتناسب مع الهيدروليك جريديان يعني ما يبقى الهيدروليك جريديان كبير السرعة مالها تزيد وده منطقي يعني المية ديت ارتفاح عالي كده هتلاقي هنا ايه اللي يحصل السرعة مالها جمدة جدا ليه؟ عشان فيه فرق في الهيد كبير واضح؟ طيب يعني ممكن اشيل بقى علامة التناسب ديت وحط كلمة مين؟ سابت اللي هو كيه وده حاجة مهمة جدا ان انت تقول انت عملا تقولي لو انا زودت الضغط او الهيد ده ايه اللي هيحصل؟ او الاي ما هو الاي لو تفتكر كان بيساوي مين؟ ها اتش على مين؟ على ال كويس؟ فلو زودت اله زادت الاي لو زودت اله ايه اللي يحصل؟ السرعة تزيد بس انت ما جبتليش طب الطربة دي نوحة ايه يا جماعة؟ ما هو ده مهم جدا لو انا بتكلم على مثلا حطت هنا كلي طب ما هو السرعة كده هتبقوا قليلة ليه الفراغات قليلة جدا عكس سن عشان كده لما باجي اشيل علامة التناسب لازم احط السابت السابت ده بيعتمد على نوع مين التربة السابت ده بيسمو ايه؟ بيسموه معامل النفاذية اللي هي الـ coefficient of permeability بتاع السويل وده هنبتدي نتكلم علينا في الاجزاء اللي جاية كتير جدا عشان دي تعتبر خاصية مهمة جدا 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 من خواص الطربة معامل النفاذية بتاعتها المية بتتصرب فيها ازاي؟ هنعرف الكي دوت اللي هو معامل النفاذية والآي زي ما هي طيب طب ما نعرف ان الكيو بتساوي الفي في الايه؟ في الايه ده احنا اخدناها من زمان جدا طب ما تشيل بقى مين الفي ديت وحط مكانها الكي في ايه فيبقى الكيو بتساوي مين؟ كي في ايه؟ في ايه؟ الكي دي اللي هي بيسموها ايه؟ ده اللي هو بيسموه coefficient of mean of permeability والكيو اللي هو مين؟ الديسي تشارج المية تضفق المية اللي عندي والآي الهيدروليك جريدي اللي هو بيساوي الات شعر مين؟ على الال اما الفي دي تعتبر الديسي تشارج فيلوستي بتاعته كده يبقى ببساطة خالص الدرسي لو ممكن اقول ان الكيو كمية المية اللي هي ابنة تسربة ديت بتساوي مين؟ كي في اي في ايه؟ شكرا